موسيقى عدد جديد ومتجدد من الحصاد حصاد والصحف وقراءة في أمرز العنوين الصادرة اليوم فيها مشاهدين مرحبا بكم الزيارة الرسمية للرئيس التركي إلى الجزائر الاتفاقية التي تم توقيعها والتصريحات الرسمية المشيدة بقوة العلاقات الجزائرية التركية كانت المتصدرة للواجهات من الصحف الوطنية لهذا الأربعاء صحيفة المساء أول ما نستهل به حصادنا اليوم صدرت بعنوان رئيسي لها وكتبت فيه تقول رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفريقة يتحادث مع الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان سبع اتفاقيات تعزز التعاون الجزائرية التركي في موضوع أخذ حيزا معتبرا من عدد الصحيفة اليوم بل حتى في صحف كثيرة أخرى في الصحف الوطنية الخاصة اهتمت صحيفة الشروق أيضا بالحدث ذاته وكتبت تقول إن البلدين عازمين على رفع مستويات التبادل التجاري بينهما وعنونت بتصريح أدل به الرئيس التركي يقول الجزائر جزيرة للاستقرار السياسي والاقتصادي تصريح هو الوزير الأول أحمد أويحيا أمام المستثمرين الأتراك عنونت به أيضا صحيفة الجمهورية في صفحة الحدث الثالثة منها وكتبت تقول الجزائر هي البلد الرابع في العالم الذي تحصلت فيه المؤسسات التركية على أكبر عدد من العقود ننتقل الآن إلى صحيفة المشوار السياسي حيث قالت إن وفدا من رجال الأعمال الدنماركيين سيقومون بزيارة عمل إلى الجزائر بداية مارس المقبل جاهد على لسان سفيرة الدنمارك بالجزائر حيث ستسمح هذه الزيارة تكتبها الصحيفة تسمح ببحث فرص الشراكة بين البلدين في أولى صفحات الحدث منها اليوم قالت صحيفة المحور إن الحكومة ستضع مخططا استعجاليا أقول لضمان صيف دون انقطاعات في الماء والكهرباء وقال الكاتب إن هذا المخطط الوزري المشترك سيتم تخصيص غلاف مالي له بقيمة 25 مليار دينار لتوفير الإمكانية اللازمة لإنجاحه نقرأ في المقال في خبر آخر عن ونت صحيفة ديكانيوز عددها الصادر منها اليوم الأربعاء تقول استلام مرتقب لأزيد من 714 ألف وحدة سكنية جديدة ما بين العام الجاري والعام المقبل وقالت الصحيفة إن البرنامج المسطر للخماسي الجاري قد شهد تقدما معتبرا في سنواته الثلاثة الأولى نقرأ في المقال ننتقل الآن إلى أخباري الثقافة حيث قالت صحيفة البلاد إن المسرح الوطني الجزائري محيد دين بشتارزي قد أعلن عن النسخة الأولى لجائزة مصطفى كاتب للدراسات المسرحية حول المسرح الجزائري وقالت الصحيفة إن هذه المسابقة تهدف إلى دعم البحث في مجال المسرح وأيضا للوقوف عند الاختلالات والإخفاقات التي قد تحدث في بناء العرض وآليات صناعته تنقل الصحيفة المباراة والودية التي جمعت المنتخب الوطني الأولمبي بالمنتخب الفلسطيني بملعب خمس جويليا وبغض النظر عن النتيجة التي انتهت بفوز الفريق الفلسطيني كانت مادة دسمة لأقلام المهتمين بأخبار الرياضة من جانب أنها تضامنية مع القضية الفلسطينية العادلة من بين تلك الصحف صحيفة أخبار اليوم والتي أشادت بالفريق الفلسطيني في نقله للقضية أين محل طريق يحتل المرتبة السبعين عالميا رغم الداء والأعداء تقول الصحيفة فاصل قصير مشاهدنا ولنا عودة مع كبريات الصحف العالمية الأخرى قالت صحيفة القدس العربي إن الحكومة الفلسطينية وحركتي فتح وحماس تقترب إلى إزالة العقبات أمام مصاري المصالحة الوطنية بما في ذلك الاتفاق على الملفات العالقة بشأن تمكين الحكومة في تجميع السلطة وقالت الصحيفة إن هذا الاتفاق سيمكن الحكومة من استئناف صرف رواتب آلاف الموظفين في القطاع المحاصر تكتب القدس في بريطانيا قالت صحيفة العرب الدولية إن الحملات المتواصلة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تمخذت عن ميلاد حزب جديد مؤيد لبقائها في الاتحاد الأوروبي وقالت الصحيفة إن الحد من الهجرة واستعادة موقع بريطانيا كفاعل رئيسي في الاتحاد الأوروبي هي أبرز برامج الحزب الجديد وربما إجراء استفتاء جديد حول موضوع الانفصال الذي ما يزال قيد المفاوضات عشرون يوما فقد تفصلنا عن حلول فصل الربيع حسب الرزنامة لكن غياب درجات الحرارة الفصلية للشتاء جعلتنا نعيش أجواء الربيع حتى قبل موعده هكذا قالت صحيفة الواشنطن بوست في إحدى مقالتها حسب تحذيرات الخبراء حيث سينجر عن هذا الخلل والتغيرات المناخية طول فترة الحرارة أو الجفاف وهو ما سيؤثر سلبا عن ناتج المحاصيل الزراعية في العالم تقول الصحيفة إلى هنا نطوي أوراق الحصاد لهذا الأربعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة